سعد باستثابة الخبير في شؤون الاقتصادية سيد فارس مزدور هلين بك سيد أصباح الخير مرحبا بك أخي العزيز إذن تبعت معي تقرير ومع 10% حققت من هذه القروض السندية كبداية فقط عندما نتكلم عن 10% نتكلم عن 10% على مستوى العملية بكاملها هم كانوا يتحدثون 10% في بنك من البنوك يعني الكوطة التي منحت لبنك من البنوك كانت 10% بينما على مستوى الوطني ليست 10% أنت تتكلم عن عملية بدأت منذ ثلاثة أيام لكن السؤال الذي يطرح العملية في حد ذاتها ما هو المحفز الذي يجعلني أنا كمواطن أذهب وأشتري هذه السندات الحافز هو سعى الفائدة سعى الفائدة 5% بالنسبة لثلاث سنوات و 5.25% بالنسبة لخمس سنوات السؤال 1 مليار لو أنت تضع 1 مليار سنتيم فإنك تنال في السنة بالنسبة لخمس سنوات 54 مليون و 152 مليون و 250 ألف يعني تخيل أن إنسان يحط مليار بيش يديه 50 مليون يحط مليار بيش يديه 4 ملايين و 700 في الشهر وكأنها شهرية بسيطة الذي لديه المال ليس خياراً استثمارياً من وجهة النظر أتكلم بعيداً عن كل بحيادية كاملة الآن السؤال الآخر لو أننا نفكر بتفكير أوسع نريد أن نوسع من هذه العملية لدعم الاقتصاد الوطني طيب لماذا لا نمنح الفرصة لأولئك الذين يحللون ويحرمون الذين يرون بأن القرض السندي هو قرض بفائدة لماذا لا نمنح لهم الفرصة أن يشتروا بسقوك إسلامية بعيدة كل البعد عن سئل فائدة ليه حبي يشير بسئل فائدة الله يسهل من أراد أن يشتري بهام يشير بحن هذا نمنح لهم الفرصة وكأننا أغلقنا الباب عن أولئك الذين لديهم التزام ديني يرى بأن معدل الفائدة هذا يعتبر ربا وأنه كبير من الكبائر وأن المردود ضعيف جداً يعني تخيل إنسان يحط 10 ملاير يدي 540 مليون في العام عشان لا تستثمرها أنت في مشروع استثماري جيب لك المليارات وليس 540 مليون في العام وهذا الخيار جعل الناس تنتقدوا هذا المشروع وتقول لماذا لم توسعوا دائرة التمويل لتشملوننا نحن أيضاً تخيل أنه في السوق الموازي يوجد في 1700 مليار دينار على حسب تصريح الوزير الأول لماذا لا نستقطب هذه الأموال ومنهم من يعتقدوا بأن التعامل مع القروض أو مع التمويلات المصرفية الكلاسيكية لفيها سعر الفائدة حرام فهؤلاء نفتح لهم المجال في نظرك هل حكومة الجزائرية أخذت بعين اعتبار الديانة الجزائرية وأخلاقيات المواطن في تفعيل القروض السندية؟ في القرض السندي لم يأخذ بعين الاعتبار البعد الديني البعد العقائدي ولا نأخذ به تماماً نحن في مشاريعنا ويفترض أننا نحترم دستورنا دستورنا ينص على أن الإسلام دين الدولة وأن أي عملية يفترض أن تطرحها الحكومة تلجأ إلى وزارة شؤون دينية والأوقاف من أجل أن تحصل على الفتوى الرسمية هذا الأمر يتعلق بالآخرة لا يتعلق بالدنيا فقط الناس تريد الآخرة الناس تريد أن تلقى الله عز وجل وليس على ظهرها الربا هذه كبيرة من الكبائر أتعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول درهم ربا أم بورسو هذا الذي يتكلم عليه يعدل ستا وثلاثين زنيا يعني ليست كبيرة فقط بل من أكبر الكبائر ومن المبقات السبع في النار لذلك نقول للناس حاولوا أن تدرسوا المجتمع الجزائري دراسة معمقة المجتمع الجزائري مجتمع المتدين لا يتعامل بالربا أخذا وعطاء قلنا في كل مرة افتحوا المجالة لتكون بنوكنا العمومية أنا نحب الدولة نتاعي البنك العمومي الجزائري هو الذي يفتح نافذة إسلامية أنا أريد للحكومة الجزائرية أن تتبنى فكرة المصرفية الإسلامية والسقوق الإسلامية وأن تطرح هذا الأمر على الخيار يسيدي معليش دير القرض السندي ودير السقوق الإسلامية ما تسميهاش إسلامية سميها السقوق التشاركية تخافوا من كلمة إسلامية معليش دير السقوق التشاركية نحن نريد أن ندعم الاقتصاد الوطني نريد أن نرتقي باقتصادنا إلى أفضل مما كان عليه من قبل لا نريد أن نلجأ إلى الاستدانة أنا كمواطن عادي على الأقل نشري سق إسلامي بهامي شيربحين أشتريه دعماً لاقتصاد حتى تقولوا كان عندي غير خمسين ألف دينار معليش لماذا تحرموني؟ لماذا تحرموننا من أن نسهم في اقتصادنا؟ لماذا تحرمون فئة معتبرة من الشعب الجزائري أن تعطي لبلادها؟ وبالتالي لابد أن نراجع أنفسنا وأن وزارة المالية تلجأ إلى المراجعة السريعة لهذا الموضوع أنا أرى بأن العملية غير ناجحة وأرى بأن العملية ستكون خاسرة لماذا؟ لأننا لم ندرس المواطن الجزائري الدراسة المعمقة ثم أن نليس وزير المالي الذي يفتي ويقول بأنها حلال الذي يفتي لا بد أن تكون هيئة رسمية في البلد المجلس الإسلامي الأعلى يمكن أن يفتي في هذا الموضوع لديه الهيئة الوطنية للفتوى يترأسها الشيخ جاهر بيطول في عمره لدينا علماء الجزائر خلونا نحونا هذا الإشكال الشرعي حتى نشتري ونحن مطمئنون لكن باش يكون على باله أي إنسان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل قرض أو القاعدة الفقهية تقول كل قرض جرى نفعا فهو ريبة يعني كل قرض تعطيه وتدي له قرض قرض ليس تمويل فرق ما بين كريدي ما بين تمويل وما بين قرض عندما أقرضك أنا آخذ مقابل القرض فائدة وهذا ربي عز وجل حرمه بل يفتح علينا الحرب قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذلوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله نحن نخص نزيد الربا ما كفناش الأزوات لنعيشنا وتخيل أن الله عز وجل يبارك لنا عندما نلجأ إلى تلك التمويلات الخالية من الحرام حتى أن هذه هذه التجربة كانت فيما سبق في سنة 2006-2007-2008 في عهد أحمد ويحيا لما كان رئيس الحكومة لم تنجح ولم تنجح ولم تنجح ربما سوف نحن لا ندرس تاريخنا الاقتصادي نحن لا ندرس تلك المسارات التي مررنا بها ما زلنا عايشين بعاد تماما عن عقيدة الشعب الجزائري سبحان الله الدولة مسلمة الممارسة في الواقع بعيدة كل البعد عن فقه المعاملات الإسلامية تخيل شوف في الفينونس كراسيك في التمويل التقليدي الربوي عنده القرض في التمويل الإسلامي شوفوا شكين المشاركة بنوعيها المشاركة الدائمة المشاركة المتناقصة المتهية بالتمليك المضاربة المضاربة الدائمة والمضاربة المتناقصة المتهية بالتمليك المرابحة السلم التأجير الاستصناع المغارسة المزارعة المساقات صيغ تمويلية رائعة جدا لماذا التغنانة الجزائري يخلينا لا نستعمل هذه الصيغ لماذا نعيش دائما بعيدا عن عقيدة وتقاليد وعادة الشعب الجزائري طيب في نظرك هل الجزائر موجبة عليها العودة إلى نظام الاشتراكي اليوم ولا يشوف أن الحديث عن النظام الاشتراكي هو حديث عن منظومة غريبة عننا نحن مسلمون لدينا إمكانية أن نعيش كأفراد ولدينا إمكانية أن نعيش كجماعات لا الفرد يؤثر على الجماعة ويطغى عليها ولا الجماعة تطغى على الفرد لا ضرر ولا ذرار الإسلام يسمح بالملكية العامة ويسمح بالملكية الخاصة وكل إنسان لابد أن يحترم دائرة تملكه ما هو معنى أنك تطغى أن تتملك ملكية الفردية وتكرزي الناس أبدا لا بد أن نعيش بهذه العقيدة لدخلت الشعب الجزائري في بدايات الإسلام علماء الجزائر من الوين شريسي إلى الطاهر أية علجات هؤلاء كلهم أبدعوا وهم يعلمون الشعب الجزائري دينهم ويعلمونه فقه المعاملات فقه المعاملات أخي العزيز رائع جداً انبهر به الألمان انبهر به البريطانيون انبهر به الأمريكان أنا أتعجب كيف أن بريطانيا التي لا تدين بدين الإسلام تفتحوا بنكاً اسمه بريتش إسلامي بنك يعني البنك البريطاني الإسلامي هؤلاء قالوا أن الجزائر التي استضافت وأقامت شراكة مع بنك إسلامي أنشأت بنكاً اسمه بنك البركة في التسعينات في بداية تسعينات حلال لولين يفترضوا أن نكون الأوائل في المصرفية الإسلامية ويفترضوا أن نكون الأوائل نحن من نعلم العالم المصرفية الإسلامية في ماليزيا علماء جزائريون سعيد بوهراء ويونس ورحي حسن أحساسنا قادة في المصرفية الإسلامية تستشيرهم الحكومة الماليزية نحن لم نستشير ولا واحد من هؤلاء الناس لذلك هذا الذي نتكلم عنه أضيفه إليك أمر آخر عندنا البروفيسور بوجلال محمد أدخل المصرفية الإسلامية إلى جامعة سراثبورغ برنامجه هو الذي يدرس ماستر ودكتوراه طيب مادم عندك هؤلاء العلماء تبقى وكتف يديك وتقول لا ندير القرض السندي عليها تغنانت هذا لماذا لا نستمع لبعضنا بعضا أتعلم الذي أوصلنا إلى هذه الأزمة أننا ديرين وذنين الكواش لا نستمعوش للخبراء ولا نستمعوش للعلماء ولا نلجأ للجامعة نطلب استشارتها نحن نلجأ إلى أناس يعني يعتمدون فكرا إيديولوجيا لائكيا علمانيا بعيدا عنه يقول لك ماذا دخل الدين في الانفصل دخلوا الدين الدين دخل الدين المعاملة ديننا في كتاب لا يتكلم عن المال كل من ما رزقكم الله حلال طيبة يعني كل من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله من طيبات ليس من الحرام ينس الربا أمره خطير جدا شوف أنا نعطي هذا الحديث من استحش به لأنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الربا بضع وسبعون بابا هذا لا نتيري لا نتيري هذا لو كان ننقيسوه بكذا وسبعين ذنب لكان أيسرها في هذه الذنوب التالي في الذنوب هذه مثل أن ينكح الرجل أمه والعياذ بالله يعني الناس ما تخافش ربي عز وجل فلذلك نقول لوزارة المالية و لوزير المالية الذي يعتبر ابن زاوية ويعلم معنى دين الله يعلم معنى الربا ويدرك يقينا بأن هذه عين الربا نقول له افتح المجال للمصرفية الإسلامية قبل أن يتولى الوزارة كان يتكلم عن المصرفية الإسلامية ويعتبرها بأنها مخرج لبلادنا الجزائر تعلم العالم في المصرفية الإسلامية وفي السكوك الإسلامية نريد لتسكيك الإسلامي التشاركي ما عليش المغاربة سموه التمويل التشاركي ما مش مشكلة إذا عندكم عقدا من كلمة إسلامية نحوها ما عليش سموه تشاركي لكن ما توكلوناش الحرام يا ناس طيب سننمور إلى موضوع آخر فقط في أول عملية لها منذ ثلاث سنوات تم رسميا الإدراج الأولي لشركة بيوفارن في بورصة الجزائر وذلك بعدما قامت الشركة من طرح ما يقارب 20% من أسهمها في السوق ليساهم هذا الإدراج لشركة بيوفارن في بورصة الجزائر من تموين أكثر من 6 مليارات و500 مليون دينار جزائري حسب ما صرح به يزيد بن مهوب المدير العام لبورصة الجزائر تابع المزيد في ميكروفون فوزيان سعدي اليوم تم إدراج الإدراج الأولي لشركة بيوفارن هذه الشركة قامت بطرح 20% من سهمها من رأس ملها على مستوى السوق وتم الاكتتاب من فترة في شهر أبريل وتم سمحت هذه العملية أن الشركة ترفع تمويل يقدر بأكثر من 6 مليارات و500 مليون دينار جزائري واليوم هو إدراج الأولي لهذه الشركة إذن من هنا وصاعدا بإمكان حاملي الأسهم أن يتداولوها على مستوى بورصة الجزائر يعني شراءها وبيعها على حسب الغرض طيب العديد يطرح من التساؤل ربما عديد للتساؤلات يطرح حول ما هو الدورة التي تقوم به بورصة الجزائر اليوم من أجل تفعيل الاقتصاد الوطني شوف بورصة الجزائر جاءت في وضع اقتصادي خاص جدا ويمكن أنها كانت من بين أدوات الانتقال من الاقتصاد المركزي الاشتراكي إلى اقتصاد ليبرالي أو اقتصاد الحر اقتصاد السوق البرصة كانت تشباح في الزهر لابد أن لا نخفي لأنها لم تقم بذلك الدور الاقتصادي الذي يجعل المؤسسات والشركات الوطنية العمومية والخاصة توسع من رأس مالها عن طريق البرصة وأن البرصة هي التي تحكم على المؤسسات القوية فتبقى والمؤسسات الميتة فتموت وبالتالي البرصة مؤشر اقتصادي ممتاز يجعل الاقتصاد الوطني في الميزان إما اقتصاد ديناميكي وإما اقتصاد ميت أنا الآن أقول لك وأؤكد أن اقتصادنا اقتصاد ميت أتكلم عن المؤسسات التي أنشأناها والتي برزت بعد البداية القنة 21 حتى يحيى هذا الاقتصاد يجب أن تكون البرصة قائدة له كيف ذلك؟ وكأننا نجبر كل المؤسسات الخاصة والعمومية التي يتجاوز رأس مالها أو يساوي واحد مليار دينار يعني مئة مليار سنتين نجبرها على أن تدخل إلى البرصة فإذا دخلت كل المؤسسات يتنافس الناس داخل البرصة فيكون لدينا مؤشر الجزائري لبرصتها ونستطيع أن نحدث نوعا من المنافسة والتنافسية التي ترتقي بمؤسساتنا أما وأنه داخل البرصة ما زال عدد محدود من المؤسسات مدرج فيها وبشكل يعني محتشم جدا فإننا لن نتمكن من أن نحيي الاقتصاد الجزائري الاقتصاد الجزائري يحتاج إلى برصة ديناميكية ولدينا عقول راقية جدا في برصة الجزائر يمكنها لو تعطى الفرصة وتعطى مجال الحرية لتحفيز الناس على أن يدخلوا إلى البرصة لا رأيت من البرصة الجزائرية عجبا سؤال أخير فقط هل للقرد السنتي دور في تفعيل برصة الجزائر؟ هو جزء نعم جزء لا يتجزأ من المنظومة البرصية في البلد لأنه غدوة من غدوة أنا نحب نبيع السندات هذه ليس أنا يعني أنا من نشريهم الذي يريد أن يبيع السندات هذه القرد السندي يذهب إلى البرصة ويبيعها يرتفع سعرها ينخفض سعرها هذا بالنسبة لقيمتها الإسمية بينما لإرادها يبقى دايما 5% أو 5.25% بالنسبة للسنوات التي اعتمدت أما أن نبقى خارج البرصة في السوق الثانوية فهذا أرى بأنه يعتبر خطأ فادح ويجب على الجزائر أن تفتح المجال لبرصتها وتجبر بشكل مباشر أو غير مباشر كأن نقول أي إنسان يدخل إلى البرصة أو أي مؤسسة تدخل إلى البرصة عن طريق أسهمها يتم التداول فيها تُعطى امتيازات جبائية وشبجبائية المؤسسات التي لا تدخل لا تمنح أي امتياز عند ذلك ستجدهم يتهافتون على الدخول إلى البرصة وعند ذلك يظهر الطيب من الخبيث طيب لماذا جل شركات الكبرى في الجزائر لم تدخل إلى البرصة لأنها لم تبنى على أسس سليمة لأنها مؤسسات لو تدخل إلى البرصة نعرف حقيقتها مؤسسات مبنية على منطق الشكارة ومنطق الشكارة لا يحكم اقتصادا إن الذي يحكم الاقتصاد هو قوانين العرض والطلب التي تجعل الناس ترتفع وتجعل آخرين ينخفضون شكرا جزيلا لك الأستاذ فارس مصدور الخبير في شغل الاقتصادية كنت أضيف في اليوم شكرا جزيلا لك